ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أجل تعزيز وتأكيد قيم الولاء والانتماء الوطني لدى جميع فئات المجتمع وأكد أن المعهد ومنذ إنشائه ساهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين مما ساهم في رفع الوعي بأهمية العمل السياسي الوطني وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية وقيم وثقافة المجتمع البحريني طبعا مأحد التنمية السياسية سنركز في المرحلة المقبلة على تعزيز الهوية الوطنية وعلى حقوق الإنسان وأيضا نشر الديمقراطية إلى جميع فئات شعب البحرين وهذا اللي راح نقوم فيه سواء كان من ناحية الفعاليات اللي تكون في أعضاء مجلس الشورى والنواب أو العموم شعب البحرين في جميع المناطق اللي راح نكون فيها متواجدين وأيضا الإصدارات اللي راح تزيد الوعي إلى الديمقراطية في مملكة البحرين بداية كل الشكر والتغدير إلى سيد جاءة المالك المعظم على هذه الثقة الملكية ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا ويوفق جميع مجلس الأمناء في تحقيق أهداف استراتيجية المعهد وكذلك في إبراز دولة المؤسسات والقانون وكذلك الثمار التي نتج عنها المثاق العمل الوطني